و بالتالي طمط يلا نروح بقى نفكر فكري جديد احنا خلاص كده كده عارفين اللي فيها لعب المصري مبسوط هنا في اهلي وزمالك واسماعيلي وبيرامدز وفيوتشر بياخد فلوس اكتر بياخد شهرة اكتر فيقول لك يا عم اطلع اوروبا ليه ده غير ان ادارات الاندية نفسها تقول لك لا انا مش هسيب اللعب بتاعي ولو عايي احترف في اوروبا فانا عايز 100 مليار جنيه مع الكلام اللي احنا بنسمعه طول الوقت ده لا حدش بيطلع لعيب مثلا اصلاف الفكرة في ايه لعيبة اللي بتطلع من غانا ولا من كاميرون ولا من كوندفوار ولا من السنغال اللي بتطلع بارقام ببلاش يعني فالنادي اللي في اوروبا هو عايز ياخد لعب افريك ببلاش ببلاش ليه ببلاش هيقول لك انا هجرب الاول عقليته هشوف اداءه الاول هجرب حاجات كتيرة قوي قبل ما اقول انه اللعب ده هيفدني ولا لا فانا اروح اتفع فيك فلوس كتيرة وفي الاخر لما ييلي ما استفدش منه فبلاش مش عايز ليه مع النادي في مصر هنا يبقى عنده لاعب عنده 16 سنة غالبا مش هيخليه لعب فريق اول في حياته كلها فلما يجيله عرض مثلا من نادي في البرتغال ولا في السويسرا دورات اللي هي مش الكبرى في اوروبا يقول لك انا عايز في اللاعب ده 3 مليون دولار ويحط رجل على رجل كده ويتناكى اللطيفة لذيذة انا ده ده موهبة فزة ده هيكسر الدنيا في الاخر ما بلعبش فريق اول اصلا في ناديه اصلا يعني يعني كنت طلعته يعني بالنص مليون دولار اللي جاي لك ولا حتى من المئة الف دولار اللي جاي لك طلعه طلعه حط في العقد بقى مثلا مميزات بعد كده نسبة من اعادة البيع تفاصيل يعني ما بيحصلش وهنفضل نوجع زورنا في القصة ديت وما بتحصلش فنروح بقى للعيبة المصريين اللي مولودين اصلا في اوروبا اللي اقصدهم مصرية تعال بقى اقوط ربا هناك ولعب هناك وشاف الدنيا هناك وكل حاجة هناك فيجي لك جاهز حاجة كده هدية المنتخب مصر هدية انت ما عادش في اي حاجة انت ما تعيدش في خالص فهدية بقى هدية مجانية عندك بقى الهدية المجانية ديت الكنز ده اللي ببلاش وما بتدورش عليه ليه يا مؤمن تحكورة بكل اللي جانه العظيمة لجنة مش عارف ايه ولجنة مش عارف ايه ولجنة مش عارف ايه وهنعين مدير فني للايه كل الحاجات العظيمة ديت وعده مجلس ادارة ماسك ملف ايه وعده التاني ماسك ملف ايه ومحدش راح وقال احنا هنعمل لجنة للبحث عن اللاعبين اللي اصولهم مصرية في اوروبا دي حاجة تستحق لجنة دي حاجة تستحق التحاد بحاله كنز مفيش بقى الكلام ده انا لسه هدور وانا هعرف منين يعني ان هو لعيب كويس ولا مش لعيب كويس وده هحتاج تساجل طيران فهيجيب له فلوس منين طب ده هيحتاج تأشيرة وبسبور هجيب له بسبور بصري منين وهمش بقى في هوجع دماغي ليه يا عم خلينا ماشيين باللعيبة اللي عندنا لعيبة النادي الفلاني والنادي الفلاني ودول نجوم دول مكسرين الدنيا دي اللعيبة اللي عندنا في مصر ديت مكسرين الدنيا على السوشال ميديا النجم الأسطوري اللعب الخارق اللعب الحراء اللعب الجميل اللعب اللي ما جابش ما جاز زيه في الحياة عارفين انتو البجيات والحاجات ديت فخلص احنا عندنا نجوم العالم اللعيب اللي احسن من كريسيا ورنالدو اللعيب اللي لو لعب في ريال مدريد هيقعد فلان بنقعد احنا ايه نقول كلام نطيف لذيذ كده فاللعيبة بتاعتنا كبيرة وجمدة نيجي بقى نلعب يلعبوا مع منتخب مصر يلعبوا في منافسات وفي مستوى كبير تعارف الباقي تعارف وشفت بعنيك لازم ننط عشان كده انا بصراحة مجدبش عليكو يعني بقى لا فريق معايا بقى دوري ولا قوت دوري ولا اندية كله عمال ايه يا الدنيا بايزة يعني فحط دي على جنب بقى انا اهمني ايه انا مصلحتي ايه انا مصلحتي منتخب مصر فمنتخب مصر ده بقى نلكز معاه شوية هفضل اقولك الكلمتين اللي بيتقالوا كل شوية بصوا يا جماعة عشان ننجح منتخب مصر عشان ينجح محتاجين نهتم بقطعات النشئين مش هنهتم بقطعات النشئين هيفضل بالوسطة هيفضل بالوسطة تعرفين الحكاية عشان منتخب مصر يتقدم لازم نهتم بالمسابقة بتاعتنا وما يحصلش فيها توقفات هيحصل فيها توقفات طيب عشان منتخبنا الوطني يبقى احسن محتاجين يبقى عندنا لعبين بيطلعوا للاحتراف كتير مش هيطلع عشان الاندية هتبعى عايزها فلوس كتير لا لسه يالهول لك ده كله وان اللاعب مبسوط هنا اكتر ما يطلع برا فمش هيطلع عايزين الملاعب عايزين مش عارف اي حاجة هتوقف بقى تقول اي حاجة عايزين اتحاد كرة قوي عايزين لربطة اندية مش عارف تعمل مسابعة الظروف كلها بيتحاسس ان هي اكبر مننا كلنا فلازم بقى نتطور على حاجة برا قصة يعني مبددتش غرقانين في مشاكلنا هنا وفي حكاياتنا وسايبين المنتخب عشان للمرة المليار انا قلتها الف مرة لو انتو فاكرين ان روي فيتوريا ده ساحر فتبقوا غلطانين زي ما كيروش قبل كده قالك انا مساحر زي ما هي مدرب بعديهم هيقول انا مساحر ما هو فعلا هو المدرب ده مش اللي هو ترميه في النار وتقول له يلا بدع بقى واسحر لا انا عايز روف وعايز عناصر وعايز لعبين يعني هو مثلا وليد الركراجي مثلا مدير فني المنتخب المغربي وهو مدير فني كفئي جدا ورائع جدا بس هل هينجح ويعمل النجاح الباهر ده مع المغرب لو ما عوش من المجموعة دول او المجموعة دي من اللاعبين مستحيل هي منظومة كاملة على بعضها هل مثلا ما كانش هينجح ما عندوش دعم جيد من المنتخب من التحاد الكورة المغربي كان هيحصل يعني ولا الهوى